وللمرة الأولى منذ يناير 2021 القيمة السوقية للعملات المشفرة هوت لتنخفت دون التريليون دولار فيما يبدو أن عمليات البيع الحادة التي تشهدها الأسهم العالمية قد طالت سوق العمليات المشفرة أيضاً وعلى رأسها بيتكوين فالعملات المشفرة الأكبر في العالم تراجعت بنسبة تجاوزت 10% لتصل إلى 22 ألف دولار تقريباً مستجلة أدنى مستوى في 18 شهراً يأتي ذلك في وقت تترقب الأسواق وطيرة تشديد أكبر من قبل الفيدرالي بعد صدور أرقام التضخم المفاجئة في الولايات المتحدة ما دفع المستثمرين إلى الهروب من استثمارات المضاربة بيتكوين كان نزل أكثر من 22 وصل تقريباً لحوالي 20 ألف وكسور في تدولات سابقة هذا الصباح نذهب معاً إلى دبي ينضم إلينا هناك علي عسكار رئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى تاليروس أهلاً وسهلاً فيك مجدداً علي معنا على البرنامج خليني أسألك على اللي عم بيصير بسوق الكريبتو خلينا نحكي أول شيء على البرايس أكشن أنتونيك سكاراموشيا اللي هو سيئو تبع سكاي بريج قال بأنه في كتير فندمنتلز أو في كتير أساسيات قوية بالنسبة للعملات المشفرة لكن هي بس هلأ موضوع الأسعار بالسوء يلي شوي عم تعرج شو رأيك؟ في فندمنتل صباح الخير سبق أوراً صباح النور صراحة بالكفندمنتل ويز هي فينا نقول نحن بحالة ما بين يعني مثل ما نحن نعرف كعم نقرب لفترة للهالفينج تبع البيتكون يعني بالتالي نحن قربنا لنضرب السعر بثنان الفكرة اللي عم نسواجها اليوم اللي هي في عنا مشاكل عم تصير بالأسواق بغض النظر بأي شركات يعني مثل المشكلة اللي صارت عمنا باليو أستي سابقاً واليوم بلشنا نسمع حكي عن مشكلة بلشت تتبين بسالسيس نتورك فهيدي المشاكل اللي عم تصير هون عم بتسبب عمليات باع ببعض العملات الرقمية الثانية بغض النظر شو هي هايدي العمليات الباع اللي هوني عم تصير مثل سنوبول أفاكت عم ترجع تتكرر بالبيتكون بالإضافة للأس المشاكل اللي عم تصير عم بأسواق الأسهم فبالتالي الانستيوشن الانفاكت عم يبيع هون وهون وهون وبنفس الوقت عندي السنوبول أفاكت اللي عم يصير من وراء العملات التانية فهذا الشيء كله ما يسمى بالبرفكت ستورم بالبرفكت ستورم صارت بعلم الكريبتوليوم لكن إذا نجي منطلع نحن من المنطلق التاني لأ البتكوين بعده ضمن سعر البتكوين الطبيعي إذا نأخذ معدل التعدين هو حوالي 23.24 ألف المين اللي هو كان ماشي عليه خلال الفترة الماضية شو يعني كلفة التعدين البيتكوين الوحدة بغض النظر عم نحن نحن على كلفة الهاردور بالنسبة لكلفة الكهرباء وكلفة الهاردور نحن عم نحن 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 بحدود الـ 25.24 ألف كلفة البيتكوين الوحدة تقريبا كمعدل عند الكل فبالتالي السابلاي كلفته الأد تمام لا تستطيع بيع أقل من هذه تعتقد أن هذا يعطي السعر عند هذه المستويات دعم هل هذا شيء إيجابي بالنسبة للقطاع؟ من ناحية سابلاي اور ديباند نعم يعطي دعم على أنها حولي على سعر لكن ما تنسي أن يمكن أن نحن 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 بأكد أغير ممكن تلاقي السابلايرز أقل من تحت ما بين الـ 20-20 و 22 او ما بحطها بالحالة القسومة تحت العشرين بشوي صغيرة. هل هيدا يعني انه هيده فرصة شراء؟ هل هيدا يعني انه في فرصة شراء ازا ازا بتعتمد على time preference طبعا للمستثمر ازا كان عنده time preference عالي لانه مثل ما بنعرف نحن البيتكون هو بطبيعته من الديزاين طبعا ونقذ هذا time preference عالي من ناحية logarithmic function اللي هو بيعتمده بالتسعير. ازا عنده time preference عالي نعم هيدا فترة شراء تعتبر. مثل ما بسموها الكريبتو كوميونتي هيدا فترة على المدى الطويل. هيدا شهر التسوق مثل ما بسموها الكريبتو كوميونتي. باي وان جات وان فري ولا ما في. باي وان. ولا يا ريت. شوية صعبة على عشرين وخمسة وعشرين. طيب هو مش موضوع بس بس بيتكوين. ايثيريوم هلأ تحت ضغط اكبر يمكن كمان بالوقت الحاضر. شو الاسباب وكمان هل هي في فرصة شراء للايثيريوم. الايثيريوم بطبيعة الحال لانه هو كريليتد مع البيتكوين. بطبيعة الحال. بلاس المشكلة الاكبر اللي انه هو مثل كبروتوكول او كنتورك بيحمل كتير من التوكنز تحته. يعني على الارسي ستاندرد اللي هي بيعتمدها بالايثيريوم. في عمنا الافات التوكنز. واغلب هيدا التوكنز عم بتعاني مشاكل بسبب ضعف السوق. بسبب ضعف التسعير. فبالتالي عم نشوف عمليات بايع كتير كبيرة بهايد التوكنز اللي فينا نسميها عم عم بتنبيع بتراب المصاري بس تحت هي خلصوا مننا يطلعوا لأي شي تاني او العملات ثابتة. فهيدا الشي سبب ضغط اكبر على الايثيريوم من البتكوين صراحة. طيب بشكل سريع يعني في غربة للا شك بالقطاع. شو بيصير بكل السلع يلي هي مقومة بها العملات المشفرة بشكل سريع اذا ما تريد عليه. يعني مثلا انا كنت عم بتطلع على اشتري ارت انافتي وكان بدي يدفع حقه بالايثيريوم وكان وقت ايثيري مقات ثلاثة الف. شو صار بالاصل يلي انا اشتريته. هلا من ناحية اذا بتم تسعيره من ناحية كاثيريوم او كعملة تاني. لا السعر بيضل تقريبا هو ذاته. يعني مثلا حق هيدا الانفتي ثلاثة اثيريوم بعضه ثلاثة ايثيريوم. بس اذا ما نجم السعارة على الدولار باي في عنده في داي. لا السعر او تقصر نزل بكتير طبيعة الحال. لكن اغلب الفينا نسميون الباقيعين بعضهم عم يبيعوا على نفس التسعيره من نسبة الانفتي. يعني حسب ما نشوف ان احنا على نسب التداول بالاوبن سي او غير من المنصات. بعض تقريبا من ناحية اثيريوم نفس السعر. شكرا جزيلا لألك علي عسكر.